نادي الزماني طيب لايك وشير وصلي عالزين عشان لما يجي عرض من انجلترا اللعب في مصر كلها لازم نفرح وانا قلت الكلام ده قبل كده لايك وشير وصلي عالزين تم اللايكات دي نقفلها ونخليها رقم صحيح يلا يلا لايك وشير وصلي عالزين ودعي لنفسك والوالدين والغير ما ايهاب جلال يا عم يمسك الزماني قبل كده وفشل وهو دلوقتي غير موفق مع المقص لايك وشير وصلي عالزين انا من الناس المعجبين جدا وبشدة بالكابت المصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك وشايف ان هو مهاجم مصر الاول طوال الفترة الماضية مصطفى محمد وكيله الكابتن احمد يحيى عنده علاقات متميزة جدا 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 احمد يحيى تلقى عرضا من احدى شركات التسوق الرياضي للحصول على خدمات مصطفى محمد لنادي بيرنلي صح يا مورة؟ بانطق صح؟ في البريمير ليج اعارة لنهاية الموسم بنية الشراء بيرنلي الانجليزي يطلب مصطفى محمد لقال الكلام ده لبرنامج نجم الجماهير في تصريحات خاصة هو الكابتن احمد يحيى وكيل اعمال انا لما كان بيجي مصطفى محمد يجيله عرض في الولاي انا اقول له ما تمشيش يا مصطفى عرض في تركيا اقول له اخليك هنا يا مصطفى عرض في بيرامنز اقول له فلوس الطموح مش هتنفعك يا مصطفى لكن النهاردة لو جاء له عرض في الدورة الانجليزي اقول مصطفى يمشي ونادي الزمالك يجيب بديل مميز له قبل رحيله عشان ما جيش انا اقول لك مصطفى يمشي فانت هتقول لي لا اما انت كده بتخرب فرقة الزمالك لا يا عمان عاوس فرقة الزمالك احسن فرقة في الدورة المصري وتبقى هي والنادي الاهلي بيتنافسه ومعاهم سيراميكا كيلوباترا اللي على القمة هي واسوان لا الطموح تحت شوية لسه بعد الزمالك التاني الطموح لسه داع ما هو الطموح الناس مش حباه لازم الناس يعني لازم هو يعرف ازاي يقرب من الناس وما يعملش مشاكل مع الانديال الجمهرية الكبيرة بيرني ليه حتى لو ندي ضعيف انت بتقدمه للعرض فاترينا يتشاف يتشاف مصطفى محمد مهاجم موهوب وواعد ولو راح الدورة الانجليزي مش راجع بيرني ليه بقى ياخده يبيعه للفرقة تانية حكاية للرواية لكنه مطلوب في الدورة الانجليزي ومصطفى محمد هدف خطير اتمنى 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 ان انا شوفه في الدورة الانجليزي هذا العرض اكد عليها احمد يحيى احمد يحيى اكد لنجم الجماهير انه طالب شركة التسويق الرياضي بارسال عرض رسمي من نادي بيرني لي لشراء مصطفى محمد لانه هو قال لهم كده قال لهم الزمالك مش هيبيع لشركة يبيع لشركة وتاني يوم يليف بيرامدز لا يبيع لنادي فلو بيرني لي عايزه يبعد بشكل رسمي لنادي الزمالك الامر الاخر ان الزمالك طبعا هيلاعب جازيلي يوم يوم الاربع المقبل في استاد بترو سبورت الساعة اتنين لان بالليلة يبقى فيه ماتش الساعة 6 الاهل والترج الاهل الليبي والترج الاهل الليبي والترج ودي مشكلة كبيرة جدا جدا طيب ايه تاني خاص بنادي الزمالك قبل ما يخش في موضوعات اخرى عشان عندنا بقى محمد صلاح وعندنا بيرامدز طيب بالنسبة النادي بيرامدز الطموح كله الطموح كله الطموح كله اللي راح له رمضان صبحي رمضان صبحي صعب ان لعيبة ربا في النادي الاهلي مع الشعبية والجماهيرية انه يتحمل الضغوط النفسية اللي بيتعرض اليها شريف اكرامي ممكن يتعرض للضغوط لان هو شخصيته وصنه وعمره ويركز في المطشاط واللعب وما الى زي لكن رمضان صعب ان هو يتحمل الدبوط وارد ان الكلام اللي بتقال ان هو معروض على الزمالك وارد بس الزمالك يشتري منين ومش عافي كده دل الفرجاني ساسي لكن رمضان رايح للفلوس حس دلوقت بالغياب الدعم الجماهيري وعاوز نادي جماهيري دي مسألة برضو صعبة انها تتحقق له طلباته بين يوم وليلة بين يوم وليلة لا محمد عواد ما فسخش عقده محمد عواد قاعد بيقبضه بس قاعد بيقبضه بس مش مهم يلعب وعقده ما فوش نسبة المشاركة يعني قاعد بياخد كامل عقد ودي لعبة غايب عنها الطموح يتعلمه الطموح مران صح فنادي بيرامدز جمان من المشاكل اللي عنده عنده تلت أجانب مش عارف يخلص منه عنده عمر العيوني الباكليفت وعنده ويلفر كانون الإفواري وعنده جون أنتوي وعاوزين يجيبه أجانب يدعموا بها الفريق التلاتة دول مش عارفين يخلصوا منه والتلاتة دول بيقولوا للمهندس ممضوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيرامدز إن عاوز تمشينا تفعلينا كل الفلوس تفعلينا كل الفلوس فيه برضو موجود إيريك ترور ومحمود وادي لا دول مكملين مع الفرقة وعملين نتائج إيجابية جدا 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 أو مستوى طيب جدا 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 لكن عمر العيوني ويلفرد كانون وجون أنتوي الإدارة مش رضي عنهم ولا جهاز الفني وعاوزين يخلصوا منهم ويجيبوا كواليتي أعلى يجيبوا كواليتي أفضل وده ما حصلش النهاردة أعلن لايك وشيروا صلى على الزين النهاردة ست اللواء مجد اللوز الرئيس جهاز الرياضة العسكري الأسبق أعلن عن ترسوه لرئاسة اتحاد الكرة بعد خلاص ما بدأ المهانسة أحمد مجادة النهاردة في تولي مقاليد الحكم داخل الجبلية والإعداد للانتخابات المقبلة في الله مصنع حمد في 31 يناير أعلن ست اللواء مجد اللوزي نيطر الترشح ده كان رئيس جهاز الرياضة العسكري الله أجبر الله أجبر الشهد اللي إليه إلا الله أشهد أن محمد الرسول الله فنائب رئيس لجنة الأندية هو كان نائب رئيس لجنة الأندية فاتح من الأوقات في الدور الممتاز لأنه كان عدو مجلس إدارة في نادي طلعية الجيش ورئيس جهاز الرياضة العسكري وعدو مجلس إدارة المشروع القوم من التمازل الرياضي وراجل له باع في مجال الرياضة 40 سنة في مجال الكورة والرياضة ست اللواء مجد اللوزي فقال عن ترشحه لهذه الانتخابات تواصلت معه لسه ما شكلش قايمة لكنه بساطة تشكيل قايمة ومش عاجبه كثير من الأمور التي تداري الآن محمد الشواربي عدو اللجنة السلسية التي تقرر تعينها عينه المهندس أحمد مجاهد مشرفا على المسابقات إلى حين تشكيل رابطة الأندية لأندية الدورة الممتاز خلال الأيام القليلة المقبلة وهيدعو الأندية لتحقيق هذا الهدف وكل الأندية يبقى فيها نفس الروابط الجامعة العامية 134 نادي اللي هيتحضر الانتخابات المقبلة إن شاء الله في حفل التكريم هتتعامل لي عمر الجنيني ورفاقه ويحضر السيد وزير الشاب والرياضة داخل الاتحاد الكورة لما قدمه للكورة المصرية خلال الفترة الماضية وعمر الجنيني عامل إنجازات طيبة ومتميزة في بعثة منتخب مصر للشباب سوف تعود من تونس بعد الخباة القوية وعدم لعبها المباراتين واعتبرها مهزومة أمام منتخب ليبيا ثم أمام منتخب تونس بسبب الكورونا وهذا يدل على الإهمال الشديد على الإهمال الشديد وعشان كده شكل أحمد مجاهد اليوم لجنة لتقص الحقائق بتضم حسين حلم المستشار القانوني الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية الدكتور علاء عبد العزيز للأمور الفنية الدكتور مصطفى عزام مقرر لللجنة لأن هذه الفضيحة يجب الوقوف على من تسبب بها ومن وقف خلفها عشان كارسة اللي حصل ده كارسة بتخب مصر بيسافر تونس ويرجع ما غير ما يلعب بسبب حالات كورونا طب في الإجراءات الاحترازية النادي المصري لما كان في عدد كبير من الحالات كنا بنقول يتحمل النادي المسئولية نظرا للإهمال وانا ما زلت عند رأيي مش بوش شين برضو نظرا للإهمال يتحمل اتحاد الكرة المسئولية والجهاز الفني والإداري نتيجة ما تعرض له منتخب مصر للشباب من عدم اللعب في كأس الأمور الأفريقية أو دورة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمور الأفريقية والمؤهلة أيضا منها إلى كأس العالم للأندي عندنا النهاردة الأستاذ عمر أبو المعاطي زاكي تفرجتنا وهو على ليفربول وكريستال بلس سباعية دون مقابل